اهلا وسهلا فيكن احبائي متابعيني اليوم الفيديو عن خبز نوع من انواع الخبز من اشهر انواع الخبز بالعالم بدنا نعمل الفوكاتشا الفوكاتشا بريد معروف انه خبز بنعمل بالافران لازم تكون افران كبيرة له تكنيك معين بالخبز ليطلع ناجح مو متل اي خبز تاني هنشوف كيف منقدر نعمل هذا الخبز بالبيت بفرن البيت العادي فيه طريقة من اتباعها حتى نحصل على نفس نتيجة الافران الكبيرة تلاحظوا كيف لما عم بقطع هوا فاضي من جوة الخبز فاضي شوفوا كيف فراغات من جوة الخبز هذا دليل انه الخبز ناجح بيكون بطبقة مقرمشة من السطح من جوة كله فراغات فاضية فلفي شايفين كيف بيكون هذا سخن هلا حتى نعرف الخبز نجح معنا بدي يكون بهذا الشكل تماما ما ارمش من على السطح من جوة شايفين كله كله ارمشة فاضية العجينة من جوة وجوة كلها فراغات هو يعني فتحات كبيرة بقلب العجين ما بيكون العجين مكتوم او مساماته ديئة وصغيرة لا بتكون المسامات كبيرة من جوة وفي عنا فراغات كتير طبعا الفوكاتشا ممكن نحط له حشوات كتيرة وممكن بدون حشوة ممكن توبينج من فوق متل ما انتو بتحبو راح نشوف كيف منقدر نعمل فوكاتشا بالبيت يطلع ناجح مية بالمية اذا كنتوا اول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا تضغطوا على مربع الاشتراك والجرس لا توصلكن اشعارات الفيديوهات الاجتدة واذا كنتوا متابعيني اهلا وسهلا فيكن راح نبدع بمقادير العجينة عندي اربع اكواب من الطحين طحين عادي ضفطله معلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة ومعلقة صغيرة ممسوحة من السكر العادي وبخلطها النواشف مع بعضها هلا بدي ابدا ضيف الماء تقريبا كوبين من الماء ممكن اقل ممكن اكتر حسب نوع الاطحين فعم منضيف المي شوي شوي هالعجينة ما راح نعجنها ولا راح نتعقب حالنا بالعجن واللد راح تعجن حالة لحالة فعم مكمل اضافة المي والتحريك مجرد انه تلم العجينة على بعضها هلا بتشوفوك شو هو القوام المطلوب لها العجينة بدي ضيف هون الملح بها المرحلة بدي معلقة صغيرة مليانة من الملح خبز الفوكاتشا لازم يكون فيو طعم ملوحة خفيف بس هيك لما على بعضها بهذا الشكل خلص بتوقفون عما ضيف الملح هيك لمة واحدة عجنة واحدة ما راح اعجون بدي اياها هيك دبقة شايفين كيف العجينة ما لاناشفة دبقة بهذا الشكل وبتلزق كتير باليد خلص منوقف عجن هلا بدنا انريحها انخمرها راح غطيها واتركها 30 دقيقة او يعني تقريبا نصف ساعة بعد نصف ساعة في وعاء عم حط ايدي بالماء وببدأ بدي اتني العجينة بهذا الشكل شوفوا هلا على هالمراحل كيف تتغير معنا العجين قواما بتنية بس هيك برفعها وبرجع بتنية مرة مرتين او ثلاثة بس مو اكتر بضبها وبلمة على بعضها وبرجع كمان بغطية هالحركة بدنا نعملها ثلاث مرات كمان بعد نصف ساعة حب الإيدي بالماء وكمان بدي اتني العجينة هيك بمسكها من المنتصف بشدة لفوق شايفين كيف بتتغير العجينة عم يتغير قواما وبرجع بتنية وبطوية على بعضها يعني طويتين ثلاثة بس برجع هلا بسكرة وبغطية وبعمل هالعملية كمان مرة ثالثة شايفين كيف عم يتغير قوام العجين بس هاي هي لا عجن ولا لت ولا شي غطية بيبقى مرة الأخيرة كمان بعد نصف ساعة بعمل نفس الحركة بعدها رح غطي عجينتي وحطها بالبراد لتاني يوم تاني يوم شوفوا كيف بتصير العجينة مليانة هوا فقاعات بس لحالة نعجنت وانتلت هوا وما أحلها شعلت الفرن على درجة حرارة 180 وهذا هو هاي صينية الفرن اللي بدي حط الخبز فيها حطيت لها زيت زيتون الفوكاتشا لازم نحط له زيت زيتون وعم ببدا نزل العجينة بنزلها شوي شوي ما بدي اخسر كل هالفقاعات والبابلز والبوالين هاي اللي طالعة فبس هيك لتت ايدي بشوية زيت او مي وبنزل العجينة على صينية الفرن شايفين كيف مليانة فقاعات هحط معلقتين كبار من الزيت على سطح العجين وببدا بفردة هيك بهذا الشكل وحغطيها وريحها نصف ساعة اذا الجو حار وازا الجو بارد بريحها ساعة قبل ما تدخل على الفرن شايفين كيف بتتشكل عليها فقاعات كل ما تركتها كل ما الفقاعات هي بتكبر وبتنتلى هوا هلا فينا نحط التو بينج او على السطح فينا نحط اي شي بدنا ياه فينا نحط خضار زيتون اعشاب اجبان متل ما انتو بتحبوا انا هم حط شوي شيري توميتو وروزميري بصل زيتون اه طماطم ملونة شو ما بدكم فيكم تحطوا وممكن ما تحطوا اي شي ممكن هو لحاله يتاكل مع الشوربات بينحشا اجبان وتركي وهالاشياء رشة ملح خشنة على السطح وكمان هلا بريحها عشر دقايق بعد ما هيك حطيت اليدين فيها والاصابع شوفوا كيف تنتفخ البابلز منع الجوانب بدي رشة عليها رشة زيت زيتون الفوكاتشا بيحب زيت الزيتون فزيت زيتون على السطح ريحته كمان بعد ما حطيت الخضار عشر دقايق الفرن صار ساخن جدا من دخل الفوكاتشا على الفرن تاخد تقريبا عشرين خمسة وعشرين دقيقة لحتى تصير بهذا الشكل وبعطية لون منع السطح لازم يكون في شوية ارمشة من على سطح الخبز بتكون بهذا الشكل الريحة كتير حلوة والطعام لسه قطية وقطية بمن الريحة وفينا مثل ما قطيت لكم نحط كتير حشوات او كتير توبنجز على سطح الفوكاتشا مثلا هنا عم بعمل زيتون مقطع دبس فليفلي بصلي مفرومة راح تضع زيت زيتون سماء شوية روزميري وشوية ريحان يعني مثل ما بتكن فيكن تعملو حشوات هيا عجينتي شايفين قديما اليهني هوا وكمان حطيتها بصينية وراح حط هالحشوة عليها طيبة ما بقلكم قدي طيبة حطيت شوية رمان وعم قطعت شيري تميتو كمان الفرن سخن طلعت اول خبز وهلا حدخل التانية رشة زيت زيتون ورشة سماء ومندخل هاللوحة الفنية عالفرن ما بقلكم قدي طلعت طيبة يعني فين التاكل لحالة وفين ااكلها جمب اي نوع من انواع الشوربات او حتى الاجبان او حتى الحومات الباردة شايفين شغلة من جوه هوا فاضي فلوفي مليان فقاعات هيك بدي يكون الفوكاتشا وهيك عملنا هالخبز الخبز المشهور كتير كتير طيب لما انا بعمل الخبز هذا جمب شوربة البصل بدون ما يكون عليها دول التوبين كلاياتا بيجنن بيطلع كتير طيب وهيك كان معنا الفوكاتشا لليوم الخبز المشهور لازم تجربو هالوصفة ما رح تندوق ابدا وبشوفكن بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر